بانا صباح الخير صباح النور صباح الشقار مرسي أنا بقليك صباح الشقار أنت قليل صباح النكشة لأ شو النكشة لأ أنا عن جد ما قلت ولأنا I love your style اليوم مرسي تانكس ده العجي بتاعي على قولة بصنت أقل ما عندي ده أقل ما عندي أقل ما عندي أقل ما عندي اليوم بانا رح نحكي بس بشكل سريع بما أنه بلشنا عم يسمعونا أي حدا عنده سؤال لبانا بما يخص تغذية بيقدر اتصل فينا على 011 ايه 2689122 هلأ قولي هاي فيني قلكن هاي وأنا كتير مفصولة أني معكم ومع سيلفا اليوم هيك كتير مفصولة أني أنا معاي تعجبني حماسي عجدو كتير محمس لنحكي أشياء كتير مهمة اليوم خليون على السمع سيلفا إيه إنتوا على السمع بس بداية عطينا هيك المختصر المفيد بس ينمتقطع خلان سكر هالموضوع برض أوكي حقلكم شي من الآخر اليوم في كتير فات دايت قرب المايك قربها الآن لا هيو أربي إذا ما بديك أنت تقرب أيوة هيك ممتاز أنا بحب ضل بمحل ايه ايه ضلك بمحل ما بحب أر خليكي بالقاعد اللي أنت ايه خليني فاضلي بقواعد ايه سو سيلفا اليوم في كتير فات دايت دول الفات دايت هنين نعملوا بدنا كتير ننتبه ونعرف ونأكد على هذا الموضوع عشتالاف مرة لأنه هنا عملوا لا الكوربرتز أما الشركات يعملوا مصاري آه والله أكيد لا هيدا تهم كبير هيدا يا جنيا أنا أصف بعتذل من الكل بس نحن بنحكي عن أمريكا لأنه هنا من عندهم بيطلعوا تراند سو بتتذكري آتكنز من قبل سو آتكنز اليوم بطلع بدالة كيتو سو هي كيتو نفسة عرفتي كمان وأنت إذا بتفكري فيها أصلا نفسها بذاتها أنه كله فات وبعده عن الكارب صح صح وهذا الضايت اللي نحن بنعمله جود فات آه لو كاربز أو ما في كاربز ما في شغر وبروتين عالي بس بيطلعوا اللي بدي يتمرنوا هيك بيعملوا مية بالمية بس يقول لك بيانسي عملت كيتو وضعفت عشرة كيلو كل العالم بتروحها الكيتو سو هدول الضايتس نحن واحدة منهم الكيتو المونو ضايت هالتخذي أكا شغلة واحدة وغيرة كتير هلأ لما نحكي عن intermittent fasting it's not really a diet السيام المتقطع السيام المتقطع مادام سيلفا مادام فاينك أوكي كابل عنجد آنسي سيلفا السيام المتقطع أنا ما عندي شي ضده صراحة وأنا تقريبا بعمله بس very briefly هو للي ما بيعفشو عن السيام المتقطع هو أنه أنتو بتاكلوا آخر شي تماني بالليل بتجعب بتاكل الساعة 12 الظهر تجعب بتوقفوا أكل الساعة تماني بالليل سو هو مشا هيك متقطع أنه 16 ساعة سيام ولكن فيك تشربه وهايدا بس بتوقفي أكل سو هو اسمه 168 لأنه أنت متل ما أنت بتصومي 16 ساعة بتاكل أو بالعكس وفي منهم عم بيطلعوا لـ 18 والـ 20 ساعة مزبوط اليوم نحنا بدنا نعترف أنه السيام هو شي لنقول موجود عند كثير ديانات سهو شي صحي للجسم أكيد صح ولكن إحنا ما بدنا نقص على جسمنا كتير صح وإنه رطيف مثلا بتقلك اللي بتعمل إيه لا 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 ما بقدر أنا ما أزعم بدي أكل 12 هالأزأكلتي 12 إلى 5 كيف بتقلدهم؟ لا 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 صحبي ما بقدر صح سو نرجع للسيام المتقطع هو أنا ما عندي شي ضده ولكن أنا دايما بقول لهم listen to your body يعني سماعوا لجسمكم يعني اليوم إذا جعتي ما عاليش روحي كلي 12 إلى 5 ما هيصر لك شي عرفتي إذا حاسي حالك أنه أنت تعشيتي تقيل وما حتقدر تاكله للساعة وحدة it's fine سو بس هذا هو ما يتاكل على الـ intermittent fasting شو بيعمل هو بالجسم؟ هو بيعمل مثل شوك لأنك أنت جسمك لما بيفوت على شيء اسمه أو بيديوم فينا نقول بيديوم هل 8 ساعات وبيسكر لأنه وقت النوم صح ولا لا لأنه الجسم بيسكر فهيمي فهيمي أنا متعني هيك بحبك وعن جد لأنه أنا لما صرت اكتشف أنا مش درس صرت قرب الأناتومي شوي اكتشفت أنه في بعض الأعضاء بالجسم ما بتشتغل إلا لتاني يوم يعني بتأفل أنت بتسكر بتنطرة بالليس بتنظف حالة مثلا بتبلش من الفجر بفيقه كذا عضو معين بركي بنحكي عنه بيومنا الأيام شو هن الأعضاء اللي ببلج أمتى ببلج شغلة وأمتى بتوقف مظبوط برافو جميل جدا شكرا خلاص منقفل علينا الموضوع خلاص منقفل؟ خلاص بيكفيرنا لأجه يعني أنه مثل ما قالنا بس هو منيح مشا ما حدا يهاجمني بس ناخده يعني أنه مثل ما قلت به عتداد مو أنه نروح أكستريم صح ماشي حاد وبينزل الوزن؟ بنزل الوزن لأنه مثل ما قلت أنت لما شوي بتريحي أعضائك بترجع بإيه بفيه لبعض العالم مشاكل للناس بيعمل لهم متابل وزن بوست سو بيصير رسمهم بيحرق أكتر لأنه عم ياكل أقل عرفتي سواء بيصير هاي البيك والنزلة بس في عالم لا عفكرة يعني أنا من الناس أول شي ما مشي معي intermittent fasting محرك وأكلك قديش المشاعر اليوم بتأثر بنوعية أكلك بشو بتاكل قديش الاشياء اللي بتقولها لنفسك اللي بتعملها اليوم مشاعريا emotional كمان الطريقة ال emotions اليوم اللي بتستعملها بتأثر على whatever انت بتاكل خلينا نبلش بالموضوع ونعطي هيك tips للمستمعين يمكن فيه اشياء بيعرفوها فيه اشياء فعلا ما بيعرفوها وهيدي ضمن دراسات وموثقة وموجودة وفعلا مجربة يعني أنا بعرف حالي لما أكون مضايقة بعرف حالي مثلا أنا وقفت أكل أنا عم بحضر تيفي ليه؟ لأنه ريدي راسي بتقول أنه بس تكون عم تتفرج على شغلة أو عم تحضر شغلة أنت بتلهي نفسك وجسمك فبتاكل زيادة برافو بتدلك تقامشي وهيدي حقيقي لا أنا بتخلص واش بتقوم طالما أنا بدي هلقدي بس مزبوط لأنك you not being mindful صونا إحنا لما ناكل بدنا نركز على الأكل مثل ما نلعب رياضة منركز على العضلة اللي عم نمرنا نفس الشي يعني اليوم لما عم ناكل نركز على المعدة طو ما فينا نكون ملهيين عم نحكي مع حدا عم نحكي على التليفون عم نهي مثل ما قلتي ما تتوصل السيجنل للدماغ إنه أنا اليوم شبعت صوأنتي عم بتأسري بهذا الشي ما بيعطي إشارة إنه شبعت لأنه أنت ملهية بالضبط صوأنتي عم بتأسري على السيجنل زي عم توصل للدماغ عندك بالتالي إنتي ما حتحسي بالشبعة ممكن نتضلي ساعة عم بتاكلي بس شو بعد ساعة تقولي إف شو أكلت صح مثل ما بتكون إنتي حوالين أصحابك وبتاكلوا كتير وبتقولي إف شو أكلنا صح ليه لأنك مبسوطة مش مركزة على الأكل صوأنتي عم نحنا أهم الشي مثل ما قلتي أول شي إنه نركز على الأكل اللي عم ناكله ونتطلع بالصحن عن جد هلأ عم بحكي مش عم ما كثير يتمسخروا العالم لا لم نتمسخروا إنه قصدي إنه هيدي حقيقة إلا أول غريبة أول شي إنه نحنا بدنا نحكي مع جسمنا بحب وعقلنا بدنا نعطي نحنا الأوردر أوكي أوكي ثم نحكي مع جسمنا بحب ونحكي مع أكلنا بحب ثم ممنوع الهيت مسجز يعني هاي تاني شغلة ممنوع نقول رسي الكراهية لجسمنا لجسمنا ممنوع تقولي إنه أنا نصحانة ممنوع تقولي إنه أنا اف يا الله مثلا من هم ما تصوروني لأني أنا ما بحب جسمي من هذا الطرف لا يا الله أكلتها القدي ما قدي يا الله بدي روح أعمل كذا ليه جسمنا ليه بيكفي دايما من نوم حالي إذا أكلت كتير مثلا آه أوكي أوكي ما فينا هاي دي هاي دي هاي دي هاي دي بتعبي كلها بالسبكونشوس بترجع بتطلع وبتأثر على كل شي سايكل بحياتك هورمونز الإيتينج بتوقعي بالسايكل تبع الإيموشن الإيتينج سوى متل ما قلتي لما بتكوني معصبة أحيانا أو أنا من الناس بارح كنت معصبة ساعة 12 بالليل حطت اللي كلها بيت جبني شو عم تحكيت خلاص فتختي صفرة ساعة بدي فش أهري يعني إنه عرفتي إنه خلاص ما بدي أحملون جوا بينما أنا بنصح العالم إنه إذا أجاهن هاي الكريزة تبع الإيموشن الإيتينج شو يعملوا يحكوا مع حدا بيحبوه إذا في حدا ينحبها الأيام أو أو مثلا يروحوا يمشوا أو مثلا يلتهوا يعني أول ما تجيكي كريزة مش كريزة تشوق في عم لفيتة بتحضر فرينز بنيمة وبتضحكها فتعمل ديستراكشن لمخفر وهي نفسها إذا عم تسمعنا أكيد عم تسمعنا هلأ هي نفسها دايما بتقول أنا قد ما أكل بينزل وزني دايما هيك بتعمل عم تحكرينها هاي هيك بتعهي المسجز أنا بس أكل بضعف وبيقسم جسم هي هيك تحكي مع جسمها يا لأ شفتي أنا شوكرا ما بتنصحني هيك تحكي هي هيك لازم نعمل هي دا الشي التالة بس هي قناعة حب كمان لازم ما يكون عنديك شك واحد بالمية سكية سكية سيلفا I love I love how intellectual you are عن جد thank you لأنه أكيد وكل بيحضروك بيعرفوا قدي أنتي يعني كلامك ذو قيمة مثل ما بيقولون مشكورة الغالية لأنه مثل ما قلتي إنه نحنا بدنا نحكي love messages ومع الأكل love يعني ممنوع نقول أنا ما بدي أكل هيدا الشوكولات لأنه رحينصحني لا أنا مشتي الشوكولات اليوم أوكي هاكل أطعام شو رحيصير ما حيصير شي هيدا الهوليستيك أبروتش تبع الأكل أو الميندفول إيتيك بيقولون حلو 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 شو هي ميندفول إيتيك من العربي هلا بنترجم لونيها بس في عندي اتصال فينا ناخد نشوف إذا بدوني يسألوك سؤال البعض في شي بما يخص هيدا الموضوع لا أنا بس هيك مثل ما قلت أنه بليز حبوا جسمكم وحبوا الأكل اللي عم تاكلوا مشان لأنه إذا أنتوا عدتوا هيت مسجز حيرجعلكم ياها بهيت أكشنز وهيتسمنوا عن جد من الشوكولات أهلو صباح الخير أهلو سهلة صباح الخير صباح النور والصروف صباح الخير ماذا عندك سؤال لبانا اليوم لا أنا عندي زوجتي تريد كلك مين زوجته زوجته هلو صباح الورد يا أهلو سهلة سيفو بتخباركم الحمد لله شو وضعيك مع الأكل أنا والله بحاول أعمل هذا الصيام المتقطع بس ما أقدر صراحة ما بتقدر يعملي المايندفول إيتنج اللي هو اليقظة أي يعني أنك تكون بيقظة رمتاكل أيوة كوني متيقظة مش أنه عادي تطلع زوجك وتأكلين لا هتأكل زيادة هايبة سيلبة شو فيني إلا صوري بس ما ما سمعت اسميك هيبة هيبة أهلا وسهلا فيكي هيبة هلا فيكي حبيبي ما هيك أنتو بتوقع برابع لكي كف صحيبة يعني أنتي اليوم إذا قلتي أنا ما فيني أعمل الصيام المتقطع خلاص نقطة أنتي ما لك مضطرة عملي للصيام المتقطع هو مو الحل المثالي لإلك لأنه أنتي ما عم تقدر تعملي سو منقفي عنه ومننتقل للحلقة اللي بعدها اللي هي المايندفول إيتيك مثلا أو ممكن أنتي تعملي بس هارتي لايفستايل سو اليوم نحنا يعني تاكل نظيف بس جاوزة بيطلب كبس الساعة 12 وحدة بالليل شو منعمل فيه فيها تطلع فيه تاخد تشيكن اللي جعجلي عالوش المشوي وتبلش بسلطة ولبان وتحط لقمة كبسة مش صحن كبسة عشان تسيري أنا برأيي ما تسيري هم اللي خربين بيتنا طبعا مش شايفي كرشو هم ما تعرفي طبعا زعل فيه لا 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 حرام لا لا يا جماعة أحياء صباح ما فيه ما بقدر لا لا شو عنديك سؤال لبانا بعد مباشر بطراحة كنت حابة أني أشارك في المطيبة اللي سويتها أول يوم في الدوام خبرين سأشبك معي نعم بالمرة سألتهم سؤال بانا أنا دائما أول يوم دوام بتصير معك شغلية ما بتنسيها متى شغلي غلطة مصيبة عملت شي لأنه قريت عن سيكوريتي أه أرر يعني أرر يرسم على لوحة حق مليون دولار من الزهق طبعا هلأ تحول للتحقيق ما بعرف إذا حيتك المليون ولا لا أرر أنه يحطون لأحواجب عيون حر هو إيه زهقان في أغلاطك شغلت أول يوم دوام أنا مو كان أول يوم دوام أنا بشغل في تلفزيون بس مجرد إني طفيت فكرت الكشاف وهم على الهواء لا 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 هاي مثل ما نسيت المايك أنا كمان إبداع إبداع شو عملوا فيك لما طفيت قلت إني أغلاطي غلطي المخرج يعني فإنه قال لي إنه سكري هذا أو ارفعي ما أعلم ما أعرفت ورح جبت العيد وعلى طول طلع السجل أنا بالا بكلمة أخيرة تنختم موضوع الماينفول إيتي شو بتقولي للناس لعم تسمعنا نحنا بنختم المشوار بس بدنا نختم بكلمة بتقولي بثلاث كلمات قولي لثلاث كلمات يلي ما فيه ممنوع نقولي لجسم ممنوع نقولي لجسمنا قوعك قوعك وتذكر كلامنا هلأ قوعك تقولي لجسمك لأنه بيزعل منك برافو عليك شو هني أول شي ليه ما بدنا نزعي جسمنا لأنه مثل ما قلنا جسمنا منيحملنا أنه عم يحملنا 24 ساعة ويعني ما بدنا نقول هيت مسجز ولا لجسمنا ولا لأكلنا أوكي ثم ممنوع الرجال يقول أنا طالع لي كرش ممنوع المرة تقول أنا نصحانة وخاصة البنات الضعفة يلي بدول بيقولوا أنا سمينة وأنا ما بيلبق لي لبس لأ أنا ما بدر ألبس تنورة لأنه هاي كلها باد 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 رونج ممنوع نقول نعنا دفيات وممنوع أنه نقول لهيك مسجز للأكل ممنوع تقريله هذا الأكل بنصحني أو أنا رح أسمن منه أو لا ايي أنا ما باكل هاي الأكل نعمة يعني منحط الصحن هيك يابانا وبتطلع فيه إذا فيه جيجة أو لحم يبطالة 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 الله محلى شكلك شو حلو هالرزي شو حلو هالدجاجة شو حلو أدلع أصحني أدلع إيش في قلبك على قد في واحد شاف يقول مرجلو تحية في قلبك إيمن مرجلو تحية لأشاف ميشو وبتطلع على الأكل تقيرو أول شي شكرا لأله إنه عطانا نعمة الأكل في عالم محرومين تاني شوكلو شوي شوي ركزوا مع الأكل حبو حبو يا أخي أنت مش تاكل سندويشي أنت غمرها أيوه أنت عمان هاي كل السندويشي أعنا بعدين كل إيه وحبوها حبوها حبو السندويشي لأنا هي ليش فايت على الجسد بس بيقولوا لما تستمتع بالأكل بتنصح لا لا شفتي هاي بعد ما أنا شفتيني أنا بستمتع بالأكل بس يعني أنا أخصائي التغذي هلأ مانني سكيني آه يعني غيروا المفهوم بس والله ما شحالي والله هيدا المفهوم هيدا اللي توارثنا إنه بس تستمتعي إنه العين بتاكل قبل التم وإنه أنت بس تشته بس تاكل ومستمتعة بيزيد وزني لا لا بنا نغير هاي القاعد لا لا